النهاردة كل حاجة عن الساحل هتلاقوها معانا في ستة الستان فقرتنا دلوقتي مختلفة شوية ضفتنا بتعمل أحسن راستة موجودة هي أشطر بنوطة بتعمل راستة إزاي الراستة بتتعامل؟ الأول إيه رأيكم كده؟ الأول نرحب بيها طبعاً وهي كريمان هتعمل لنا النهاردة راستة هتجرب فيها النهاردة وأنا هفضل بقية الحلقة كلها بالراستة واحتمال أروح بيها الويكند ده الساحل مش عارفة يعني هي خبيرة الشعر والراستة كريمان عبد المجيد برحب بيك معانا كريمان مبسوطاً لك معانا النهاردة وحاتعمل لنا فورما شعر راستة للساحل طبعاً الراستة في الساحل كتير جداً من البنات والستات بيحبوا يعملوا الراستة إيه رأيكم؟ هنرجع ونرحب ونتكلم مع كريمان لكن نشوف الأول الفيديو ده ونرجع مرة تانية موضة الشعر المنتشرة خصوصاً في فصل الصيف التسريحة اللي بتقوم على عمل ضفاير شعر طويلة بألوان متنوعة بيعتبر بوب مارلي من أشهر الفنانين اللي تميزوا بتسريحة الراستة والراستة ليها نوعين الراستة الفرنسوية اللي بتتميز ببساطتها ورقتها في شكل الضفاير والراستة الأفريقية اللي بتاخد الشكل التقليدي للضفاير الأفريقية وفيه نوع كمان يعتبر جديد بتتعامل فيه الراستة في القصة بس كنوع من أنواع التجديد جميلة الراستة يا كريمان بس عندنا شوية أسئلة في بعض البنات بيخافوا على شعرهم من الراستة هل الراستة ممكن تضر الشعر؟ الراستة لو اتعملت بطريقة صح بطريقة مناسبة لنوع الشعر كمان هتفيده جدا بالعكس هتطول الشعر كمان في الفترة دي مش بس هناخد شكل حلو بس لو اتعملت غلط أو لو اتعملت بطريقة حد مش فاهم هو بيعملها ازاي أو بيعمل ايه دي هي اللي بتضر الشعر ممكن تقصف الشعر طبعا لو ما تعملناش صح وتعملت صح مش هتفيد الشعر خالص هل أنا أعمل الراستة وأفكها معاكي كمان ولا أنا ممكن أفكها الوحدي في البيت شنديكي كانت معضلة في مرة من المرات بالنسبة لي بصي لو انتي هتعرفي تفكيها يعني وإحنا بنعملها بقولك هتفكيها ازاي وهتتعاملي ازاي لو مش هتعرفي تفكيها ممكن ترجعي للشخص اللي عملها لك هو يفكها لك بطريقة صح لو انتي مش تقدري تعمليه نفس الخطوة هلأ ده رخص الشعري طبعا بنخص الشعري نقماية وشامفو وكل حاجة وننزل بول وبحر وكل حاجة طيب هل في كزا نوع للراستة يعني اسمحيلي أنا حجيلك هنا بعد شوية أوكي وليلي أنواع الراستة يعني بسي فيه أنواع كتير قوي فيه الراستة اللي هي الدفاير الكتير البوكس بريدز اللي كلنا عارفينها الدفاير اللي بدأت بيها الراستة تنتشر أي فيه كمان الفرنش بريدز اللي هما بيكونوا الدفرتين وفيهم دفاير من الجنب وفيهم أشكال كتير قوي فيه الكورنروز الدفاير اللي كلها راجعة الورا في الشعر احنا شفناهم في الفيديو آخر حاجة باوصلنا لها دلوقتي في الراستة الراستة الكورلي والراستة الويذي للنيس اللي ما بتحب الشكل الدفاير بس أحب برضو تاخد نفس الإفاكت بتاع الراستة في شعرها زي اللي أنا عاملها النهار آه أنا عشان كده بسألك اين ده اين الراستة الكورلي دي الراستة الكورلي إن احنا شعرينا كله بيكون متدفر وملموم وده كله اكستانشن بيكون متركب وبيكون شكله طبيعي جدا وبننزل بيه البحر ايه الاكستانشن الراستة ولا الشعر نفسه الاتنين الشعر بيكون متدفر باكستانشن عشان يكون مايسك كويس والاكستانشن ما كونش بتحمله على شعرك انتي أوكي لأ متحمله على الاكستانشن اللي مدفرين بالدفاير أوكي وبعدين بنركب عليها الاكستانشن بقى الكورلي أو الويذي طيب دي برضو قادر اغسلها بنفسي واخد شاور بيها وبنعمل لها روتين وكل حاجة بنعمل لها كمان روتين عشان يفضل شكلها حلو وتقعد معنا طول الصيف كويس انتي عارفة ليه روتين مهم لان شعر الكيرلي لو ما تعملوش عناية معينة بيفيش او بيمسكك بعد هتفقد الراستة معناه طيب انا بقى انا جيالك تستمنيني الاول انا كل ما اروح لحد يقولوني لا انت شعرك قصير ما ينفعش فيه الراستة واضطروا بقى ان هما يحطوا لي اكستنشن وانا ما بحبش يعني انا بحب شعري بقى وصير هنعمل دلوقتي شكل دفاير حلو جدا ومن غير اكستنشن ومن غير اي حاجة الله وحبه حبه وخلي بالك انا هكمل الحلقة بيها هتقلقش واحتمال روح الويكند بيها كمان هتروحي بيها الساحل هتحب بيها طيب يلا بينا وانتي بتعملي الراستة كده وليلي كده انت بقى لك قد ايه بتعملي الراستة انا كده بقى لي ثمان سنين ثمان سنين مين اللي علمها لك اصلا هي كانت هواية يعني الموضوع بدأ معايا بهواية وعجبتني وحبت ان انا بقى تعلمها اكتر عشان اعملها لنفسي انتي بتعمليها لنفسك مش صعب ان تعملي راستة لنفسك هي مش اسهل حاجة بس حسب التعود انا تعودت من اول ما اعمل عملي انا فده كان بالنسبالك اه ده تشالنج لوحد وتحدي طب سؤال بقى يا كريمان هي الراستة زي الدفاير العادية ولا يعني طب احنا كان ممكن نقول ايه نعمل شعرنا دفاير مش نعمل شعرنا راستة بس هي الراستة الراستة اصلا كلمة راستة هي مش من عندنا هي حاجة افريكان بدأ من ساوز افريكان يعني حتى هي بالنسبالهم مش بس دفاير هي بالنسبالهم نوع اللي يعلقها بديانتهم انه هما بيعملوا شعرهم بالشكل ده اه طب احنا خدناها من هنا فاحنا خدناها من هنا يعني هي بدأت تنزل مصر من مثلا من 10 سنين او 12 سنة من قبل كده على فكرة في الاماكن السياحية في شعرم بقى والغرداء كل الحتة دي يعني فيها الراستة منتشرة من زمان بس دايما ما كناش بنلاقي ان المصرية البنت المصرية اللي بتعملها هو قولي الفانا لما تلاقي حد مصري هو اللي بيعمل بتلاقي حد افريكان بتلاقي حد اجنبي هو اللي بيعملها في الاماكن السياحية طب قوليلي المرحلة اللي انا فيها دلوات شان ما قداميش مراية يا ولاد احنا عملنا اول دفيرة انا عمل دفيرة طبعا اتواجعت لأ هو انت بتشندي سنة يعني بس اتسوكيل غاية دلوات طيب اعملنا اول واحدة انت هتعمليلي ايه بقى بالزبط هعمليك واحدة تانية زيها الناحية التانية ونخط عليها اكساسرز اوكي هتحطيلي حاجات عليها وكده طبعا طيب اتصبتيني ايه ده بالسرعة دي ايه هنعمل واحدة زيها الناحية التانية وخلص انا بشوف بقى بيعملوا الراستة بالخيوط اه احكيلي على موضوع الخيوط ده موضوع الخيوط ده بسي هو لذيذ لو هنعمل منه خصلة واحدة بس في الشعر يعني خصلة ملونة اوكي لكن لو هنعمل الشعر كله هنحتاج هير اكستنشن حاجات مخصوصة شعر مخصوص للضفاير لكن مانا مش خيوط يعني يعني ما نعملش شعرنا كله بخيوط لا خالص اوكي الخيوط بقى ايه ممكن تعمل ايه في الشعر هتكون تيقيلة جدا على الشعر ان الشعر كله يكون في خيوط صوف اوه دي اول حاجة ايه الخيوط دي بتبقى صوف اوه طب فريدي حد عايز مثلا اه حاجة ازرق حاجة احمر حاجة فيها كل كل اوه كده الهير اكستنشن فيها كل الالوان وممكن تتحط يعني مش طب فيه بنات بيبقى شعرهم على جرسان يعني بيبقى شعرهم اقصر من شعري كمان مافيش مشكلة خلص فيه طول معين بنقدر نعمل تقدري تعملي حتى في الشعر فيه حاجات بويكوت كتير بنعملها ودلوقتي هيرفتها مش بنات بس فيه ولاد كتير بتيجي فعل اعلى انا بشوف ولاد كتير بيعملوها هو الموضوع نازل تريندي قوي ولذيذ للصيف يعني اللي هو خلاص هنقضي الصيف كريمان حزوق اجزاء دلوقتي توجعي طيب عشان قولهم انها بتوجع لا هي مش بتوجع يعني بتشوف ديني يعني برضو لازم اعطار هي حاجة بسيطة بس احنا خلاصنا انت بقى بتعملي للبنات وللولاد وليلي كده برضو يعني مين بيحب الراستة اكتر البنات الصغيرين ولا استفت البناتات الصغيرين دلوقتي بقوا بالنسبة لهم هسافر يعني هعمل راستة عشان الكلور والبينك والبلو والحركات دي بقدت بالنسبة لهم مهمة انا مش هتفر من غير دفاير والعيد كمان لا وعلى فكرة انا متهيئ لي انا مرة عملتها فضلت بيها مثلا اسبوع اوكي وكنت بعادي بخسل شعري ايو عادي جدا انا المشكلة اللي قابلتني ساعتها في الفك اوكي يعني عملت كونسولتو علشان اعرف فك شعري فهل يعني الراستة فيها تطور يعني بقت اسهل بقت طريقة فكها احسن بقت اسهل ولو حسيت ان انتي بالنسبة لك الفك مش مريح او مش سهد طب بصولي كده يا جماعة والعيوكو ايه يا جماعة هي كده كده امر من غير راستة ومن غير حاجة ستيل الكورتيس بجاء الله مرح فيه ناس بتاخد وقت طويل قوي وهي عاملة راستة ايه اطول الاخترافية بقى للشخص اللي بيشتغل يعني البوكس بريتز الراستة كتيرة اقصى وقت ممكن ناخده من ساعة ونصف لساعتين الراستة الكوريلي او الويفي نفس الوقت تقريبا يعني دي اطول مدة ممكن تعوديها عندنا في الستوديو طب ده ده شيء رائع انتو بتبقوا برضو كمان في الاماكن السياحية طبعا في الصيف بنكون اه بنكون موجودين في الساحل وفي اوقات بنكون موجودين في الجونة يعني كل ويك اند بنكون موجودين في مكان اه كلميني كده بقى يعني سبل العناية بالشعر بعد الراستة يعني بعد ما بفك شعري خلاص هل بيبقى في عناية بتبقي طلباها مني علشان شعري بعد ما تشيلي الراستة خالص طبعا بتحتاجي بقى تعملي حمام كريم وحمام زيت لشعريك تصرحيه كويس هو مجرد ما بتخسليه وبتعملي حمام كريم شعري بيرجع لطبيعته في الاول يعني ما بيكونش تأثر او هو كان نعم بقى كورلي لا بيبقى كورلي اول ما نفك بس مجرد ما بنخسل ونعمل حمام كريم ونصرح شعرينا كويس بيرجع لطبيعته الاولانية خالص الاكستانشنز اللي بتتحط هل يعني اقدر اشيلها واركبها انا لنفسي تاني لا ولا هي بتفضل برضو مع الراستة زي يعني انت معلش حننشرح عليك قال انت جربت علي طبعا فهنجرب عليك امسكيلي كده جزئية جزئية من شعرك وقليلي دي بتتركب ازاي يعني انت عاملة في ايه بزا بس احنا عملنا ايه احنا ده اول حاجة عملناها دفارنا شعري كله اه ولمناها زي الدفاير اللي انت عملها بس الشعر كله اوكي ولمناها خالص حتى اللي قدام ده الكورلي كله كله لمناها خالص وركبنا بقى عليها الاكستانشن الويدي دي بتتركب بطريقة بابرة كروشي بابرة كروشي بتتركب في الضطف الدفاير ما بنحطش اي نوع لزق ولا جلو ولا اي حاجة ام وبتتثبت كده على الشعر خدت انا منهم بقى كام خصلة وحطيت عليها عملتهم دفاير وحطيت عليهم اكساسيريز عشان يدوا برضو لك ان احنا عاملين دفاير ده في موف او ده في كالر اوه ده في كالر اوه ده ما كانش باين انا مش كنتش شايفا باب اقدر افضل بالرستة مدة قد اين شهر ونص مكسيمم شهرين اكتر من شهرين هيبدأ الموضوع لا يبقى غلط على الشعر عشان شعرك محتاج ان هو يتفك ويتصرح يعني انا اقدر اخد الصيف كله بالرستة دي طبعا هي مرة وابضل بها الصيف كله بس احنا ان انا اجيلك كذا مرة يعني شعر هيتول من شهر ونص ده شعر بتبتدي اتول فهتحتاجي بقى تفكيها ممكن ساعتها تريحي شعري كام يوم وترجعي نعمل لوق جديد حلوة اوه احنا اخذنا دلوقتي جزء مهم وهو شعرنا في الصيف وقادي يعني ستايل من الستايل بتاعة الساحل اللي هي الرستة بشكر كريمان عبد المجيك بشكرك شكرا جزيلا ان نورتينا النهاردة في ستة الستات ومرسي على الرستة الحلوة دي حبيبتي وطبعا بالنسبة لحضراتكو دلوقتي احنا الصيف لسه بيبدأ يعني لسه كمان الفقرات اللي جاية كلها ساحل خليكم معنا بعد الفاصل نرجع نتكلم عن حاجات كتير بتخص برضو الساحل